محمد هلال لعيب مميز لعيب راقة فجأة دون سابق انذار محمد هلال قصة المنشطات وازمة المنشطات ومجلبش عليك الواحد بيزعل على لعيبة مواهب زي محمد هلال وقابليه كريم بامبول بالمراسبة انه يخش في قصة تجربة منشطات وهي غالبا بتبقى طول الوقت بدون قصد يعني نادي البنك الاهلي كيف يراكب هذا الامر خاصة لما يطلع عندك اتنين لعيبة يبقى عندهم نفس المشكلة وهو يقصر عليك كفريق فجأة تلاقي لعيب عندك موقوف بدون اصابة ولا بدون اي مشكلة يعني حيكة من يعني موضوع محمد الان ما كريم تسفيه خالصة وقلت رفضنا اتكلم فيه لانه طبعا هو اللاعب يعني اللاعب مظلوم واللاعب هو كان جاله يعني دور برد وانا اول مرة اتكلم الكلام ده ياريت وطلب انه هو يعني ياخد حقنة فولترين على اساس انه هي تساعده انه هو يتعافى بسرعة عشان الوضع اللي احنا كنا فيه واللي هو كان وجوده مهم جدا معنا عزيم هو خد حقنة حقنة على حسب ما انا عرفت من الدكتور حقنة سلاسية اه اللي احنا مناخد احنا اللي عندنا برد دي عرف اه في عطاق الفولترين وده الدحاوي وكورتزون ولا حاجة اه كان فيها مادة من ضمن المواد اللي هي المحزورة مش موجودة في البنفلت بتاع الحقنة اه اللي هي التعليمات النشرة النشرة بالبلد النشرة 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 بتاعت الحقنة مش موجود فيها المادة دي اللي هي اللي هو اتعاقب عليها تمام وده الكلام اللي احنا قلناه في نجلة الاستماع هاي لكن طبعا يعني احنا قدينا الدفوع بتاعتنا وعرضوا الموقف وعرضوا الحالة اللي هو كان فيها لكن القرار جي في الآخر اللي هو الوقف ست شهور ويعني احنا التزمنا بالقرار فيها استنافات ولا حاجة ولا خلاص ده قرار نهاية لا مفيش يعني هو ده قرار نهاية ده قرار نهاية ده مش بيزعجك اه طبعا يعني لما يبقى لعب تاني في البنك ده اللي يبقى عنده نفس المشكلة طبعا اللي غالبا بيتعرض لقى كتير من اللعبين بدون قصد يعني هي اكيد مش بقصد طبعا هو يعني هو طبعا بالتأكيد لابد واحنا قلنا وفدات الموسم جدنا القيبة كلها اللي بتصدر عن المنظمة الدولية والمنظمة المصرية للمنشطات ودناها للجهاز الطبي وعملناها على اللاعبين ومحدش ياخد اي حاجة وكل شوية بنذكرهم ونعمل ندوات ومحدش ياخد حاجة لازم تتراجع كويس لكن طبعا هو هنا في الجزء ده اللي هي المادة دي ما كانتش موجودة باعتبار يمكن ان هي بوجودها يعني ضعيف جدا فمش من ضمن المكونات الأساسية فمش موجودة في النشر خالص وده يمكن اللي خلى ان هو برضو يعني الحمد لله طبعا على المدة هي طبعا كبيرة وكل حاجة لكن خلاص لا نعلق على القرارات ولا على الأحكام وكمان كان سيء الحظ كمان من ضمامه للمنتخب ومع قصة المنشطة سيء الحظ جدا يعني بالعيبة المغوبة جدا ويعني احنا برضو انا يعني بحاول معاه ان هو ما يتأثرش نفسيا لان الولد يعني لا اخد حاجة عن عمد ولا اخد حاجة بالعكس لو يقلد الحقنا دي يعني بتهدي كده وبتخلي الواحد اصلا يا مش مافهمش مناشطات يا مش هينشط ده هيتعب لكن ان شاء الله بإذن الله برضو هو يتجاوز الفترة دي ويتعلم منها وبردو الأجهزة والجهاز الطب يتعلم منها وان شاء الله يعود معنا كما كان يعني هل سيما جدت تاني؟